التاسع سواحا بتوقيت القاهرة السابعة بتوقيت جرينتش مجزو الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أن هناك توجيهات رئاسية للحكومة بإعداد حزمة من الفرص الاستثمارية للتعاون مع المستثمرين السعوديين في ظل إعلان المملكة قيادة استثمارات في مصر بقيمة 30 مليار دولار خلال الفترة المقبلة جاء ذلك خلال اجتماع الحكومة بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة حيث أشهد رئيس الوزراء بتوافق الرؤى المصرية السعودية في مختلف الملفات السياسية والاقتصادية ذات الاهتمام المشترك كما أشهد مدبولي بما تم توقيعه من 14 اتفاقية مع جانب السعودي باستثمارات تصل قيمتها إلى 7 مليارات و700 مليون دولار وفي هذا الإطار ثمن رئيس الوزراء جهود مجلس الوزراء لحل مشكلة المستثمرين السعوديين خلال الوحدة الدائمة المخصصة لحل مشكلة المستثمرين أعلنت الحكومة الأفغانية ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب جنوب شرقي البلاد إلى 1500 قتيل وأوضحت السلطة الأفغانية أن الزلزال ألحق أضرارا بعشرات المنازل في إقليم باكتكا مشيرة إلى أن أغلب المباني ليست قوية بما يكفي لتحمل أي هزة أرضية كان رئيس هيئة إدارة الكوارث في أفغانستان محمد حقاني قد أكد أن غالبية الوفيات المؤكدة كانت في إقليم باكتكا مشيرا إلى تواصل عمليات الإنقاذ باستخدام طائرة هاليكوبتر للوصول إلى الجرحة ونقل الإمدادات الطبية والغزائية أعلن حاكم منطقة لوهانسك سرهي جايداي أن القوات الروسية تستولت على قريتين جنوب مدينتين لسيتشانسك وسيفرودونتسك التي يتركز عليهم الهجوم الروسي في المنطقة وأضف جايداي أن القوات الأوكرانية تواصل الدفاع عن سيفرودونتسك وبلدة زولوتي القريبة وصل زعيم كوريا الشمالية كيم يونغ أون لليوم الثاني على التوالي ترأس اجتماعا رئيسيا للحزب الحاكم بشأن سياساته العسكرية والدفاعية وسط مخاوف من احتمال إجراء بيونغ يونغ تجربة نووية وشيكة وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية أن كيم شدد على أهمية الجهود المبدولة لتعزيز القدرة العملياتية للوحدة على الخطوط الأمامية ويحضر الاجتماع بمتابعة وثيقة لأنه قد يقدم أدلة على توقيت التجربة النووية التي يعتقد أن كوريا الشمالية تستعد لها منذ أسابيع أعلنت الشرطة الأمريكية تحطم طائرة هليكوبتر تستخدم في الرحلات السياحية على طريق سريع في ولاية وست برجينيا الأمريكية مما أصفر عن مقتل ستة أشخاص كانوا على متنها وأوضح رئيس العمليات في هيئة إدارة الطوارئ راي براين أن الطائرة تحطمت على أحد الطرق وكانت مشتعلة قبل أن تنجح فرق الإنقاذ في إخماد النيراد المشتعلة بها أعلنت لجنة الصحة الوطنية في الصين تسجيل 135 إصابة جديدة بفيروس كورونا من بينهم 87 بدون أعراض ورصدت العاصمة بكين ثلاث حالات إصابة محلية جديدة مصحوبة بأعراض فيما سجلت مدينة شانغهاي تسع إصابات محلية جديدة أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن توسيع القدرة على إجراء اختبارات الكشف عن جدر القردة لتشمل خمس شركات للمختبرات التجارية وسط تزايد عدد الحالات وسجلت الولايات المتحدة حتى يوم الثلاثاء الماضي 242 إصابة بالجدر القردة في 24 ولاية من بينها العاصمة واشنطن وقال وزير الصحة والخدمة الإنسانية الأمريكي خفير في سيارة أنه ينبغي أن يشعر جميع الأمريكيين بالقلق أزاء حالات جدر القردة مشيرا إلى أن الولايات المتحدة لديها الأدوات اللازمة لمكافحة وعلاج الحالة في أمريكا نهاية مجاز التساعة عودة لاستكمال باقي فقرة صباح الخير يا مصر بعد الفاصل